تعالوا نقول إن شهر رجب ده شهر الافتقار إلى الله ونبدأ بالافتقار إلى الله وكل الأشهر الحرم جاية ومكتوب عليها فلا تظلموا فيهن أنفسكم ونزيك لازم نفهم ده طيب إزاي بقى نصل للافتقار ده أقول لكم دلت حاجات ممكن نوصل بيها إلى الافتقار أول حاجة ممكن نوصل بيها أول إجراء لازم نعمله عشان نصل به إلى الافتقار إلى الله سبحانه وتعالى أول حاجة اجعل كل يوم عندك في دبر كل صلاة مناجأة لله سبحانه وتعالى اوع ما تنجيش ربنا تزلل 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 الحاجة التانية كن سبب غنى الناس عن الانكسار والمزلة كل ما تروح تبقى تخدم حد أو تسد مزلته أو تسد مهانة لي اعرف ان دوت يجب ان هو يزيد افتقارك إلى الله سبحانه وتعالى وآخر حاجة لازم تعمل عشان تكون من أهل الافتقار إلى الله سبحانه وتعالى دائما زد من الحمد كلما حمدت الله وردت النعمة إلى صاحبها أحسست بالافتقار وتعالى ندعي ونقول عشان نجدد الافتقار في قلوبنا ونقول يا سيدي خذ بيدي ولا تتركني لي يا سندي ويا سعدي أنت وحدك مددي يا مليكي يا من تملك كلي بفضلك كلي كلي يا مولانا واجعلني يا ربنا ممن يحسنون الأدب معك بحسن الافتقار لك واجعلني دائما ألوذ ببابك وأبقى عند أعتابك لكي أحس بحلاوة قربك وحلاوة مددك يا رب العالمين يا رب اجعلنا دائما من أهل الافتقار واجعلنا ممن جددت إنسانيتهم بهذه القيمة قيمة الافتقار لك يا رب العالمين